نظرة واحدة من رئيسة الوزراء الإيطالية جوريا ميلوني كافية للتعبير عن مشاعرها تجاه موقف أو شخص ما ربما تتعمد ميلوني إظهار مشاعرها تجاه الأشخاص وربما لا تقصد ذلك وتكون مشاعرها تلقائية وواضحة للجميع ومن ميلوني نتعرف كيف يمكن التحكم بمشاعرنا وإنفعالاتنا أمام الآخرين نرحب بخبير لغة الجسد الأستاذ معتصم الطيطية أستاذ صباحك أستاذ معتصم يعني ما أدري هل هي متقصدة ولا هي تلقائية وكيف المفروض أفصلا المفروض أنها تتعامل في بروتوكولات كده مهمة وسياسية أمام العالم جميل أول شيء صباحا خير كم مرة لكل المشاهدين الحقيقة لا إذا السؤال على متعمدة أم لا طبعا هي متعمدة يعني هي ما تبقى تخفي المشاعر عادة بان هي عادة طبعا ولكن برضو إحنا لايمن نشوف الشخصية كشخصية ميلوني بسن الخمسة عشر سنة انضمت لحزب إخوان إيطاليا أو اليوث عفوا شباب اليوث ومن ثم إخوان إيطاليا فهي من صغرها شخصية قوية ومعبرة وتقولي اللي بخاطر هي يعني بتقولي اللي بد هي ما عندها الخجل في العمو نعم نعم ما تخبي يعني ما تجامل هذه ما تخبي هلا فيه جزئتين الجزئة الأولى أن الشعب الإيطالي بشكل عام هو شعب حركي معبر حركاتي بالكلام ميلوني بزدات اثناء قراءتي يعني قبل هي امتصلت والدتها عن والدها وهي بسن السنة جدت ميلوني ممثلة فأنت اليوم في بيت تستطيعي تقمص الآن التمثيل مطلوب عند السياسيين فما بالك بمن تدرب عليه فميلوني تجيد ذلك بحكم الجينات الإيطالية وتجيد ذلك بحكم التربية وهي شخصيتها كمانا وشخصية قوية تعبر عن ما تريد طيب خلينا نشوف بعض التعبيرات من ميلوني ونبدأ من قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن واللي عبرت ميلوني عن استياءها من تأخر الرئيس الأمريكي بايدن في الوصول للقاعة لبدأ الاجتماع وكانت تتكلم مع أحد الموجودين خلينا نشوف طيب هي هذه الصورة يعني باين أنها مش مبسوطة واضح واضح والصورة هنا الثابتة طبعا الصورة الحركية أينا هذا الأوضح هذا اللي وصلت الفكرة بالإنجليزية رولينغ آيز يعني أو شوت مي طبعا اليوم إحنا في حالة إثبات من الأقوى إذا كنت أنا رئيسة وزراء إيطاليا بمقام رئيس إيطاليا يعني هو الرجل الأقوى بإيطاليا أو المنصب الأعلى في إيطاليا والمرأة الأقوى في إيطاليا وأوروبا اليوم إحنا بنواجه رئيس ولاة المتحدة اليوم أنا إذا صبرت وأنكست الرأس وهذه كأني أنا راضي بل أنت تتأخر زي ما أبدا لكن اليوم أنا أعاملك من الدية ند إلى ند يعني ليش التأخر يعني مو عشان أنك أنت رئيس يعني تحسب أنه عادي تحسب أنه إحنا بدنا ننتظر طبعا التعبير بهذه القوة عن المشاعر هو تعبير عن شيئين تعبير عن قوة شخصية فهية كامرأة تقود إيطاليا وتعبير عن الموقف بحد ذاته أنه أنا كرئيس دولة لدولة لا أرضى حتى لو كنت أنت رئيس الواتف خلينا نشوف موقف آخر في رد فعل على موقف أحد نواب البرلمان حين قال لها لا ترمقيني بهذه النظرة المثيرة للقلق قامت ميلوني بتغطية وجهها بسترتها ونشرت الصور على صفحتها وكتبت تفاعلت بشكل ساخر عندما غطيت وجهي بسترة لألا أثير قلق زميلي يعني كمان هي كتبت وهي علقت تراني سوات زي كده يعني لأنه شعر بالقلق مسكين نعم مسكين يعني يعني طيب خالص أنا بدي أتخب لا تخب يعني شوف تخيلي موقف لما يكون في طفل صغير وخايف تقول له خالص خالص أنا ما بالضبط فهي عاملته بشخرية غير مسبوقة ردا على تعليقه ردا على تعليقه يعني أنت خايف حبيبي لا تخاف قلقان لا تخاف هيني أنا بخبي لك نفسي فأنت طبعا هذه لغة جسد حادة جدا تعبيرات يعني هذه أقوى من الكلام بس البعض وجفة غير احترافية يعني بالعكس بالعكس قد يكون يعني الصمت في بعض الأحيان أقوى من الكلام مصبوط ولكن الصمت يتناوب معه أو يكون معه حركة وجه أو لغة جسد إذا كانت لغة الجسد المزامنة للصمت لغة جسد ضعيفة فهذا انكسار أما إذا كانت لغة جسد مزامنة للصمت ومصاحبة له قوية مثل هذه إما سخرية وإما تهديد وإما فهذه لغة جسد قوية أبلغ من الكلام في إشارة لزميلها أنت خايف لا تخاف أنا غطيت وجفي صراحة رهيبة كمان خلال قمة الدول السبع في إيطاليا قبل أسابيع وجهت نظرة يملأها الغضب والإزدراء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء ذلك عقب سجال بين المسؤولين الأوروبيين حول الحق في الإجهاد ومن معروف طبعا أن ملوني تعارض الأمر بشدة خلينا نشوف هذه اللقطة مع الرئيس ماكرون وهنا تظهر أنها مستأة مجامل لا هذه النظرة ترى فيها ترقب أنت جاي لعندي سلم على الأول سلم على الثاني في القادة الآن أنت جاي لعندي وفيها استعداد أنا قاعدت لك مستعدة وفيها قوة شخصية فيها أعبر عما أريد أن أقول دون تردد دون مجاملة اللي في قلبي على وجهي مش على الثاني ودورك جاي أي ودورك جاي فهي قوية رهيبة وتعبر بتعمد عن هذه الحالات وأنا أرى أنه يعني لو حضرتك اليوم سألتني سؤال وأنا ما عجبني السؤال ما عجبك السؤال ممكن تعبر وعمت لي كده وما تكلمت فهذه أقوى من أني أنا أوصل كلامي بطريقة منمقة أو دبلوماسية خروج عن البروتوكول متفق عليه طيب كمان نشوف موقف آخر رئيس حكومة المجر فيكتور أوربانا نال هو الآخر نصيبه من سلفيات ميلوني وابتساماتها خلينا نشوف طبعا هي كمان من كتر مية تلقائية وعفوية وطبيعية تاخد سلفي مع كبار الشخصيات ومع رؤساء الوزراء وعادي ما عندنا مشكلة في هذا الموضوع وكمان صورها بتتحول إلى ممزي يعني والناس بيعلقوا عليها طيب كمان هناك صورة أخرى مع رئيس وزراء الهند خلينا نشوفها إذا كانت موجودة شوفي الصداقة هنا والقرب في المسافة واللطافة لسبب محا تفضل مين يصدق أن هذه رئيسة وزراء دولة إنها بكل هذه البساطة والتلقائية والطبيعية بتعيش حياتها بشكل طريق وتعبر عن كل ما فيها لا تجامل اللي بتحبه يبان عليها واللي بتكرهه يبان عليها واللي زعلانة منه يبان عليها إيش رأيك؟ برأيي في شقين شق دبلوماسي أيوة وشق إنساني في الشق الإنساني هذا ما يجب عليه يكون الإنسان عبر عن اللي في قلبك دائماً وأبداً بتلقائية وبقوة يعني وببسطة لأنني أنا بدي أصدقك لازم أنت تكون صادق عشان أنا أصدقك لازم تكون صادق فأيهون صادقة أما بالناحية الدبلوماسية فبيتطلب الأمر في بعض الحين إظهار الامتحاض والغضب خصوصاً في الوقت الحالي أيوة حتى لو كان بقوة ما في مانع ولكن في بعض الأحيان ترى الدبلوماسيين يضطروا إلى المجاملة غير المرغوب فيها منهم أنا شايف أن ميلاني تجيد لغة الجسد في كل وقت كما تريد على فكرة رئيس وزراء المجر هو يميني أيضاً يعارض الإجهاض ويعارض الزواج الجنس الواحد فبالنسبة لها هو صديق فشفتي كيف كانت قريبة منه تتبسى وتضحك حتى لها لقاء يعني مش مع رؤساء وزراء مع إيلون ماسك كانت بأريحية بالغة وجالسة بالكنبة كده بارتياح أكثر وأكبر فيه كمان مع ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا السابق نعم ونشوف كيف طبعاً هناك صحفية شبهة تعبير ميلوني بعبارة عندما يقول زميلك نكتة وعليك أنت تظاهر بأنها مضحكة يعني هنا في هذا الموقف أنها قديش بجامل وواضح المجاملة وواضح بس مضطرة طبعاً لأنه فيه لقطة ثانية مع سوناك ابتعدت عنه بشكل بس في هذه الحالة هي مجاملة بتحاول أنها تظهر الود وكانت ناجحة بس واضح المجاملات المجاملات المقبولة اجتماعياً يعني أنت تضحكي ماشي الحال يعني عم نضحك وبلا طافة يعني صراحة أن تبقى التلقائية والطبيعية يعني في الأخير وأن الإنسان يعبر عن نفسه الآن كمان دقل الذكاء الاصطناعي حتى لو كتمت في نفسك مشاعرك الذكاء الاصطناعي بيقدر يقول إيش بيولك وإنت بأي السياسيين وماذا تحب وماذا تكره صحيح هذا بالنسبة للذكاء الاصطناعي أما على العامة إحنا أنا وأنتي والناس الطبيعيين إذا كان الإنسان يجب أن يكون تلقائي أو لا يجب أن يكون تلقائي أنا برأيي أن الإنسان التلقائي هو أكثر مصداقي وأكثر نجاح حتى لو كانت تلقائية هذه بدي أتزعلك طبعاً أنا بدي أتزعلك أحياناً نحتاج إلى ذلك أشكرك جزيلاً ضيفنا خبير لغة الجسد معتصمات تشكراً لوجودك معنا اليوم